وأكد وزير الخارجية البحريني عبدالطيف الزياني خلال المؤتمر أن إعلان البحرين أذان الحرب على قطع غزة وما أنتجته من دمار في الأرواح والممتلكات هذا وقد شدد الزياني على وقوف وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتسهيل إنفاذ المساعدات واعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إعلان البحرين والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة ودع القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقفاً دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع ترجمة نانسي قنقر